الامور بدأت مع تحريك سعر الدواء تبقى افضل في زيادات تمت اه بانه يمكن من اول ستة في تحريك لبعض الاصناف بدأ يتم الاصناف دي من مية وخمسين للمتين على مدار ثلاث شهور الزيادة متوسطها خمسة عشرين يعني في حاجات ممكن تبقى عشرة خمستاشر او اربعين او حتى خمسين او تلاتين في الاخر هي متوسط الدواء زيادته حيبقى خمسة عشرين في المال بتقولي كم صنف كم صنف تم تحريكهم من اول ستة لحد دلوقتي من مية وخمسين للمتين صنف اه تم تحريكهم وعلى فكرة الادوية اللي تحرك سعرها لها بدأ له مسائل ما قدموش لعية الدواء وبالتالي مش هيتحرك سعر اللي ما قدمش مش هيتحرك وهينزل السوق بنفس السعر القديم ويقدر المواطن لو لقى السعر زيادة يسأل السعر او الطبيب يديله السعر واللي جاي متوقعين تحريك قد ايه يا دكتور ها كم صنف يعني احنا بنتكلم في كم صنف هيتحرك في الفترة القديمة بس اه من هنا الاخر السنة متوقع اولا احنا عندها سبعتاشر الف اه دون متداول المتوقع احنا متوقعين كشعبة يمكن في حدود سبعمائة لحد اخر السنة السنة اللي فاتت في الفين تلاتة وعشرين الف وخمسمائة صنف تقريبا زادوا متوقعين الزيادة فتعال تلاتة وعشرين كانت حولها اربعة وعشرين والحنا متوقعين السنة هذه المتوقع زيادة خمسمة وعشرين علماً بأن الدولار زيد 65% احنا بنزود 25% ولا 40% عشان كان فيه كلام متوسط متوسط يعني فيه حاجات ممكن توصل ل40% ممكن اه بس الحاجات اللي هي ايه اللي الواحد مش أدوية أمراض المزمنة الأدواز المزمنة هي تدوى حريسة قوي تبقى أقل زيادة لها 10-15-20 إنما الأدوية بقى الحاجات اللي هي البسيطة بتاعة برد ولا زيط حسية بتاع المريض ما بياخدهاش كمرة في العمر ولا مرة كل فترة وبالتالي ما بيحسش بيها فالقصة كمتوسط ما عليش آخر سؤال في التأمين بقى في زيادة في الأسعار في التأمين لا التأمين ده هي تشيرها موحد والأسعار ثابتة والدولة هي الملتزمة فتأمين الأسعار زي ما هي تشيرها موحد حطاها شكراً دكتور علي عوف رئيس شابة الأدوية باتحاد الغرف التجارية